في بقايا مجرة منسية يقع كوكب يشبه كوكب عطارد ويدور حول شمس توشك على الفناء الكوكب تم رصده باستخدام هذا التلسكوب في تشيلي وهو رغم كونه ضمن أكثر من 500 كوكب اكتشفها العلماء خارج نظامنا الشمسي إلا أنه مختلف عنها فإذا صحت الحسابات يكون بذلك أول كوكب يتم رصده خارج مجرتنا الكوكب ونجمه كان يتبعان مجرة أخرى التهمتها ضرب التبانة منذ مليارات السنين المثير في هذا الكشف وأنه يمثل أول دليل على وجود كوكب يدور حول شمس خارج مجرتنا إنه يكشف أن الكوكب منتشرة في الكون وليس فقط في مجرتنا نشأة الكوكب خارج ضرب التبانة ليس هو الأمر الوحيد الذي يثير فضل العلماء فالكشف ينبئ بمصير محتمل يمكن لكوكبنا مواجهة فحتى الآن تمكن هذا الكوكب من النجاة من تضخم سريع لنجمه في ظاهرة يطلق عليها المارد الأحمر تحدث عند موت النجوم لكن كوكبا حجريا مثل الأرض يمكن أن تبتلعه الشمس إذا ما قدر موتها بعد مليارات السنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر